يستمر ضعف وصول خدمات الانترنت في التأثير على النساء والفتيات في أفريقيا وعدم المساواة المتأصلة بين الجنسين وعدم المساواة في الاتصالات بخدمة الانترنت هي بعض الأسباب التي تجعل النساء والفتيات في أفريقيا لا يزلن متأخرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتم الكشف عن ذلك من قبل أعضاء اللجنة AGCCI في الحدث الجانبي لمبادرة يمكن للفتيات الأفريقيات البرمجة في الدورة الثالثة والخمسين للجنة الاقتصادية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للأفريقى في أديس أبابا وقال جان بول آدم مدير التكنولوجيا وتغيير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا متحدثا في الحدث الجانبي إن النسبة المئوية للنساء في القوى العاملة في القارة الأفريقية كانت في زيادة تدريجيا على مر السنين وقال آدم افتقار المرأة إلى التواصل على قدم المساواة يقود قدرتها على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية مضيفا إنه وضع يحتاج إلى معالجة عرجلة وتابعت واجه الفتيات التمييز في هذا القطاع لأن علوم الكمبيوتر كان ينظر إليها دائما على أنها دورة للأولاد وليس للفتيات ومبادرة يمكن الفتيات الأفريقيات البرمجة هو برنامج تنفذ هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الدولي للاتصالات وتم تصميم البرنامج الذي مدته أربع سنوات والذي بدأ في عام 2018 لتزويد الفتيات الصغيرات بمحول أمية الرقمية والترميز ومهارات التنمية الشخصية ويتم تدريب الفتيات على العمل كمبرمجات ومبدعات ومصممات مما يضعهن على المسار الصحيح لتولي التعليم والمهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والترميز وتخطط المبادرة أيضا لتنفيذ أنشطة لتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنوع الاجتماعي في المناهج المدرسية الوطنية للبلدان الأفريقية وإنشاء وصيانة منصة على الإنترنت حيث يمكن للفتيات المشاركات في المخيمات والآخرين التفاعل مع النساء الملهمات والموجهات الأخريات والوصول إلى تعلم المواد ومعلومات شاملة عن نواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحالية والشركات والمؤسسات التي يمكنهم الاتصال بها للمضي قدمة وقالت ليتي شوارا ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إثيوبيا مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا إن تعزيز محو الأمي الرقمي للمرأة سيكون له أثار بعيدة المدى بين الأجيال وأضافت النساء مهيئات بشكل فريد لأعداد الأجيال الشابة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي وهذا سبب يدعو الحكومات إلى تمكين المزيد من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومن جانبه قال سيسي محمد مدير الشؤون الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إنه بينما تم تشجيع النساء والفتيات على استخدام التكنولوجيا لم تكن هناك بيئة مواتية لهن للقيام بذلك ويتب على الحكومات الأفريقية إنشاء برامج محو الأمية الحاسوبية التي تستهدف النساء في المناطق الريفية على وجه الخصوص مشيرا إلى أن تحسين الوصول إلى تقنيات المعلومات والاتصالات وخاصة الهواتف المحمولة التي تدعم الانترنت سيقطع شوطا طويلا نحو دعم هذه الجهود مضيفا أن سلامة البيانات وحمايتها أمران مهمان في هذا العصر الرقمي وبدوره قال أندرو روجيج المدير الأقليمي لاتحاد الأفريقي في الاتحاد الدولي للاتصالات إن كوفيد 19 كان خطرا على الصحة لكنه أظهر للقرأة أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقال روجيج أكثر من نصف نسائنا وشبابنا غير متصلين بالانترنت هناك حاجة إلى سد الفجوة بين الجنسين من خلال زيادة ملكية الهاتف المحمول والوصول للانترنت من قبل النساء والشباب وأضاف ينبغي تدريب الفتيات الصغيرات على برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدلا من مجرد كونهن واستهلكات للابتكارات ومن المتوقع أن تصل مبادرة يمكن الفتيات الأفريقيات البرمجة إلى أكثر من ألفان فتاة من خلال ثمان عشر معسكر ترميزي بحلول عام عشرين اثنان وعشرين وفي سبتمبر عشرين ثمان عشر جمع البرنامج ثمان وثمانون فتاة تتراوح عمرهن بين السابع عشر والعشرين عاما من اثنان وثلاثين دولة أفريقية في أول معسكر للترميز بحلول عام عشرين اثنان وعشرين وسيتم تنظيم أربعة عشر معسكرا للترميزي لنقل البرنامج إلى أكثر من ألفان فتاة في جميع أنحاء إفريقيا